السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الزمان زمن البغاثوا بأرضنا يستنسروا البغاثوا بأرضنا يستنسروا صار متاح لكل من هب ودب يطلع على الانترنت ويحكي ويحكي اللي يبدو إياه ولا يقوم بعمل خير يا بيقوم بعمل شر يا بيهون عن ناس حياتهم يا بيعكر عليهم حياتهم يا بيصفي لهم قلبهم يا بيشوش لهم قلبهم ولأسف الأغلبية تشويش للأسف الأغلبية تشويش طيب هلأ النقطة وين النقطة على الشكل التالي إنه كل واحد بده يطلع على الانترنت أو على اليوتوب أو على الفيسبوك بس مشاني أظهر نفسه أو مشاني يحكي كلام مدفوع له يحكي أو مشاني يشويش على الناس أو يخرب عليهم عقيدتون يخرب عليهم دينون يخرب عليهم أخلاقون كل واحد بده يعوي بدنا نسبق حجار كل واحد بدي يعوي لا في كلاب بالضال بتعوي خليه عوي لا خليه عوي لك أخي سد أدني يقدير والشاق عنه خليه عوي هذا ما بيستفيد منه شي كالكلبي إن تحمل عليه يلهث وإنت تتركه يلهث يعني الكلب هذا أجل كون مضطر إنه يلهث يعني شو ما ساويت له لو لا تلهث بده يلهث لأنه ما بده يتنفس هو ما بده يتعرق فإجباري بده يلهث منشان يطلع هال يعني يخفف حرارة جسمه ففي ناس هيك في ناس هيك ما أصلا أنت ما يجوز لك أنك تدخل على صفحاتها دلون الناس واحدة طالعة ومصدقة حالة يم أكيد مريضة نفسية ومحها مرض الفصام وقاعدة جدا مرض الفصام معروف إنه بيطلع الواحد بيتهياله إنه هو المهدي أو هو المسيح المنتظر أو هو نبي مبعوثه ومصدق حاله هو هو بيكون مصدق حاله وتزديد هو ما عم يكذب هو عم يصدق حاله بس هي مرض بسبب المرض تعطي إبريت هالدول بيروح هي كله هاته تعطي حبتك شو اسمه نيبروليبتك يعني بيروح هيس بريدول إلى هالدول أو كويتبين أو ليبونيكس أو هاي واحدة من النون اللوني هاي طالعة عم تحكي وعم تقولي يا ناس صدقوني وأنا الله بعثني وديني جديد ولا تصدقوا هادلون بيحكوا لكون هلا هاي بايني إنهم صيفة بس المشكلة وين نشكلة إنه فيه ناس بصدقينها ومشكلة إنه فيه ناس بيخففوا عالهم لدرجة إنه يعدوا يحكوا محا ويردوا عليها وبيعملوا لها دعاية لكن يا جماعة أنتوا ما بتعرفوا إنه هيك شغلات لازم ما تعملوا لها دعاية لأنه أنتوا هيك عم تضروا بدلا ما تفيدوا واحدة تانية طالعت لي وفعملت لي حالة بتفهم بالكتاب المقدس وبالدين المسيحي وبالدين اليهودي وبالدين الإسلام وعم تشوش على الناس وتحكي ومشكلة وين إنه فيه ناس عم يجي يحكوا محا لك يا بني آدم أنت على ثغرة من ثغر هذا الدين فلتحذر أن يؤتى الدين من جهتك ليش عم تتصل محا تحكي محا ليش عم تتصل محا تحكي محا وتعمل لها دعاية وإنت بتعرف إنه هي عم تهاجم دينك وعم تحاول إنها تسيء ومالي ألباب الحقد شو بدك فيها إذا ما لك قد أول شي هنا هي ما هتخليك تحكي أصلا وما حتنشر الفيديو تبعاك إلا إذا إذا إنتي عرفان هي شو عم تحكي ما بتحط واحد أقوى منها مشان يناقشها مثل فيصل القاسم باتجاه المعاكس بجيب واحد قوي كتير كتير بجيب واحد ضعيف كتير كتير هو جايب وضعيف مقصودة مشان يخليها تلك الضبع يأكلوا قدام الناس ويبين إنه هذا الضبع أسد هو ضبع يعني إن البغاثة بأرضنا يستنسروا ما يجوز الدخول على صفحات هاي السيدي هاي ولا يجوز التكلم معها اتركوا العمل لأهل الإختصاص هي عندها هدف معين هدفها أن تشوش عليكم دينكم وتشوش عليكم قلبكم لك لا تشوش قلبك ناقصك الدنيا كلها تشويش ناقصك تشويش إن واحد عمشي الحيط الحيط يقول يا ربي السترة شي بدك بوجه على الراس لك شي بدك بوجه على الراس لك شي دخل تسمع شي بوجه لك رأسك وانت ما لك قد الإقراية ومراجعة وشوف الأدلة والصح والخطأ ابتعدوا نصيحة وتركوا الكلاب تعوي ليوم الدين كلوقت كلب عوي من الردة